اشتركوا في القناة فأهلا ومرحبا بكم سنتعلم إن شاء الله هذا اليوم معنى المماس وصيغة معدل التغير اللحظي وكيف نوجد ميل المماس للمنحنة عند نقطة عليه أيضا سنتعلم كيف نوجد ميل المنحنة عند أي نقطة عليه أولا ما هو المماس إذن ما هو المماس المماس للمنحنة هو مستقيم يتقاطع مع المنحنة ولكن لا يعبره عند نقطة التماس يمثل ميل هذا المستقيم ميل المنحنة عند نقطة التماس أيضا سنأخذ الآن معدل التغير اللحظي معدل التغير اللحظي للدالة F عند النقطة X وFX هو ميل المماس M عند النقطة X وFX ويعطى بالصيغة التالية M يساوي نهاية F بين قصين X زائد H ناقصا FX لقسمة H عندما H تقول إلى الصفر بشرط أن تكون النهاية هنا موجودة ويمكن هنا استعمال واستخدام صيغة معدل التغير اللحظي لإيجاد أولا ميل المماس للمنحنة عند نقطة عليه أيضا معادلة ميل المنحنة عند أي نقطة طبعا هنا X وFX عليه إذن ميل المماس للمنحنة عند نقطة عليه مثال أوجد ميل المماس للمنحنة Y يساوي X تربيع عند النقطة ثلاثة وتسعة أولا القاعدة M يساوي نهاية F X زائد H ناقصا F X على H لما ال H تقول إلى الصفر هنا صيغة ميل المماس إذن نعوض بالدالة هنا هنا X هنا ثلاثة سنعوض مكان ال X هنا ثلاثة أيضا ونضع ال H كما هي إذن M يساوي F ثلاثة زائد H ناقصا F ثلاثة على H لما ال H تقول إلى الصفر الآن سنذهب إلى الدالة هذه ونعوض مكان ال X هنا بثلاثة زائد H إذن هنا ثلاثة زائد H لكل تربيع ناقص من القاعدة تنزل F ثلاثة يعني نأخذ كل X هنا ونعوض مكانها كم ثلاثة إذن ثلاثة تربيع على H إذن تساوي هنا نهاية الدالة فك التربيع هنا مربع الأول ثلاثة تربيع مربع الثاني H تربيع أس له 2 في 3 في H يعني 6H ناقصا ثلاثة تربيع على H لو لاحظين هنا أنه يوجد لدينا اختصارات ثلاثة تربيع مع ناقص ثلاثة تربيع يكون عندي كم؟ يكون عندي نهاية 6H زائد H تربيع على H بعد ذلك نأخذ عامل المشترك اللي هو H إذن H في H زائد 6 على H نختصر الآن الـ H اللي في البسط على الـ H اللي في المقام إذن نبقى عندي كم؟ نهاية H زائد 6 لما الـ H تقول إلى 0 تساوي 6 تدريب أوجد ماي المماس المنحنة ويساوي X تربيع زائد 4 عند النقطة سالبة 2 و 8 أولا سنأتي بقاعد 8 للمماس M يساوي نهاية F بين قصين X زائد H ناقصا F X على H لما الـ H تقول إلى الصفر سنأخذ كل قيمة X ونعوضها بكم بسالب 2 إذن يساوي نهاية F سالب 2 زائد H ناقصا F بين قصين سالب 2 على H الآن بعد ما نعوض كل X بالنقطة هنا سالب 2 سنقوم بتعويض كل X بهذه المعادلة بقيمة الجو القوس سالب 2 زائد H مرة ونعوض هذه المعادلة مرة بسالب 2 إذن يساوي سالب 2 زائد H الكل تربيع عوض الآن X بسالب 2 زائد H لا ننسى الزائد 4 إذن زائد 4 ناقص القاعدة هنا نعوض الآن كل X بسالب 2 إذن سالب 2 الكل تربيع لا ننسى أيضا الزائد 4 على H الآن فك التربيع اللي عندي هنا سالب 2 الكل تربيع الأس في سالب 2 هي H يعني سالب 4 H مربع الثاني اللي هو H تربيع الآن زائد 4 ناقص في ناقص 2 لكل تربيع ناقص في موجب 4 بسالب 4 لو نلاحظ أنه يوجد لدينا اختصارات مرة بالموجب سالب 2 تربيع وهنا سالب 2 تربيع تختصر مع بعض أيضا الموجب 4 مع سالب 4 تختصر يبقى عندي كم نهاية سالب 4 H زائد H تربيع على H نأخذ عامل مشترك ال H يبقى عندي اختصار H مع H يذهب الآن نهاية H ناقص 4 لما H تقول إلى الصفر كم يساوي يساوي سالب 4 سنأخذ الآن ميل المنحنة عند أي نقطة أوجد معادلة ميل المنحنة Y يساوي X تربيع ناقص 4 X زائد 2 عند أي نقطة إذن الآن سنأتي بقاعدة الميل إذن معادلة الميل يساوي نهاية F بين قوسين X زائد H ناقص F X على H لما H تقول إلى الصفر أولا هذه المعادلة اللي أمامي سأعوض كل X فيها مرة X زائد H ومرة بX إذن يساوي نهاية الآن نشيل كل X في هذه المعادلة ونضع بدالها X زائد H إذن X زائد H كل تربيع ناقص 4 نشيل X هذه نحط ذالها X زائد H زائد 2 ثم نوقف ثم ننقص اللي عندي هنا ننزلها ثم F X يعني نشيل كل X هنا ونضع بدالها X هي إذن نضع الآن ناقص بين قوسين نفس المعادلة هذه X تربيع ناقص 4 X زائد 2 على H الآن نفك قيمة القوس هذا X تربيع زائد 2 في X في H زائد H تربيع ناقص نوزع 4 مرة مع X يعني ناقص 4 X زائد 2 ناقص في X تربيع ناقص X تربيع موجب 4 X ناقص في موجب 2 بسالب 2 يتضح لدينا أنه في عندي اختصارات X تربيع مع السالب X تربيع السالب 4 X مع الموجب 4 X أيضا الموجب 2 مع السالب 2 يتبقى لدينا نهاية 2 X H زائد H تربيع ناقص 4 H أيضا نأخذ عامل مشترك اللي هو H إذن النهاية H بين قوسين 2 X زائد H ناقص 4 على H نختصر H مع H يبقى عندي ماذا يبقى عندي 2 X زائد H ناقص 4 لما نعوض كل H في هذه الدالة بصفر يبقى عندي 2 X ناقص 4 إذن هذه هي معادلة ميل المنحنة تدريب أوجد معادلة ميل المنحنة Y يساوي X تكعيب عند أي نقطة عليه إذن أول شي سنقوم بقانون الميل يساوي نهاية F X زائد H ناقص F X على H لما H تقول إلى الصفر أولا سنعوض كل X هنا ب X زائد H ثم بعد ذلك نعوض بها ب X إذن X زائد H لكل تكعيب ناقص X تكعيب على H يساوي إذن مفكوك X زائد H لكل تكعيب مكعب الأول X تكعيب مكعب الثاني H تكعيب 3 في X تربيع H زائد 3 في X H تربيع ثم ناقص X تكعيب تنزل كما هي طبعا على H الآن نختصر الذي يختصر X تكعيب مع سالب X تكعيب يبقى عندي 3 X تربيع H زائد 3 X تربيع زائد H تكعيب نأخذ عامل مشترك وليكن H إذن H في 3 X تربيع زائد 3 X H زائد H تربيع على H الآن نختصر H مع H يبقى عندي نهاية 3 X تربيع زائد 3 X H زائد H تربيع نضع كل H بصفر يبقى عندي 3 X تربيع تقويم أوجد ميل مماس المنحن Y يساوي 3 على X عند النقطة 1 و3 نقطة X ونبقى بواحد إذن قانون ميل المماس M يساوي نهاية F X زائد H ناقص F X على H لما H تقول إلى الصفر الآن نعوض كل X بواحد بما أن X هنا 1 نذهب إلى هذه المعادلة ونضع كل X بواحد زائد H ثم نضع كل X هنا بواحد طبعا على H إذن 3 على 1 زائد H شلنا كل X هنا وحطينا بدالها ماذا 1 زائد H ثم ناقص تنزل 3 على 1 3 على 1 يعني على H نوحد مقامات البسط يبقى عندي كم 3 ناقص 3 في 1 زائد H على 1 زائد H الكل على H إذن M يساوي 3 ناقص 3 ناقص 3 H على H في 1 زائد H لأن المقام البسط مقام بعد ذلك 3 ناقص 3 بصفر إذن سالب 3 H على H في 1 زائد H الH هذه تختصر مع H اللي في المقام يبقى عندي سالب 3 على 1 زائد H لما الH تقول إلى 0 سالب 3 على 1 كم يساوي سالب 3 الآن أوجدنا ميد الممس التقويم والسؤال القادم سيقول أوجد معادلة ميد المنحنة طبعا سنأتي بمعادلة ميد المنحنة من قانون الميل M يساوي نهاية F X زائد H ناقص F X على أولا سنعوض X هنا X زائد H ثم نعوض ها بماذا X العادية الآن 8 تنزل ناقص X هنا سنأخذها ونضع بدالها X زائد H إذن نقول تربيع إذن ناقص اللي هنا تنزل F X و F X D كما هي 8 X تربيع إذن الآن نفك الأقواس 8 تنزل ناقص مربع الأول X تربيع 2 X 2 X H زائد H تربيع ناقص تنزل 8 X تربيع الآن نفك ناقص هنا ونفك الأقواس ناقص في 8 8 ناقص X تربيع بموجب X تربيع بعد ذلك يبقى عندي اختصارات 8 مع السالب 8 تختصر X تربيع مع السالب X تختصر يبقى عندي نهاية سالب 2 X X H تربيع على H بعد ذلك نأخذ عامل مشترك واللي يكون H H في سالب 2 X زائد H على H نختصر H هذه مع H اللي بالنقام يبقى عندي نهاية سالب 2 X زائد H لما H تقوير للصفر إذن كم يساوي المعادة يساوي سالب 2 X إذن ماذا تعلمنا لهذا اليوم تعلمنا تغيروا اللحظة M يساوي limit أو نهاية F بين قصين X زائد H ناقصا F X على H لما H تقوير إلى الصفر تعلمنا ماذا المماس للمنحنة عند نقطة عليه وماذا المماس للمنحنة عند أي نقطة نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا